السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم والتعليم التجاري أهلا بكم في حلقة من برنامجنا مدرسة على الهواء ودرس جديد من دروس مادة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية طبعا في الحلقات اللي فاتت خدنا أو خلصنا الجزء اللي يخص قانون العمل بمعنى بمعنى أن الامتحان بتاعنا زي ما احنا قلنا كذا مرة في الحلقات بيجي لك متقسم لثلاث أجزاء الجزء الأول اسمه قانون العمل أو قانون وقم 12 لسنة 2003 الجزء الثاني قانون الخدمة المدنية قانون وقم 81 لسنة 2016 الجزء الثالث القانون وقم 79 لسنة 1975 اللي هو قانون التأمينات يبقى الامتحان جاي لنا متقسم لثلاث أجزاء في بعض الأسئلة اللي اتطلبت واصلوا معنا وبدأوا يسألوا عليها النهاردة ان شاء الله قبل ما نخش في الحلقة جايبين لكم حل أسئلة الكتاب بتاعت المدرسة ومش هنحل بس انت بس حضر الورقة والألم وكل نقطة هنقولها هنرجع عليها كأنها مرجع بالظبط ما عادش وقت على الامتحانات خلاص فحضر الورقة والألم معنا عشان نشوف الأسئلة بتاعت النهاردة وهنقول تاني كل نقطة هنحلها زي سؤال الكتاب بالظبط لكن كمان هنقول النقطة الفنية اللي ممكن تيجي فيها في الامتحان طبعا الجزء الأول اللي اتكلمنا عليه قانون العمل وعرفنا ان قانون العمل ده هيطبق على القطاع الخاص طيب هل هيطبق على القطاع الخاص بصفة عامة طبعا لا لان احنا عندنا أنواع العمل الخاص ثلاثة ربو عليكم مستقل ومشترك وتابع قانون العمل يطبق على العمل التابع فقط طب ليه لان احنا عندنا حتى في تعريف قانون العمل بنقول ايه ومجموعة القواعد القانونية اللي هتنظم العلاقة ما بين اتنين من هما الاتنين دول عامل وصاحب عمل وإذا توفر رابط التبعية والتبعية معناه هنا أن العامل يعمل تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل طبعا مقابل أجر واتكلمنا على الأجر بمفهومه وقلنا أن الأجر ده هو كل ما يحصل عليه العامل سواء كان نقدي أو عيني ثابت أو متغير وقلنا كمان أن القانون اهتم جدا بالأجر عشان كده خصص جزء لوسائل حماية الأجر نفكر بعض بيها كده طبعا صعب يجينا في الامتحان سؤال ما هي وسائل حماية الأجر لكن كل نقطة في الوسائل دي بيبقى ممكن في عرضا أن احنا يجينا سؤال فيها زي إيه؟ زي ما قلنا إذا ذهب العامل إلى محل عمله ولم يستطع مزولة عمله لسبب راجع لصاحب العمل يستحق العامل الأجر كامل يعني يا مستر هقولك يعني لو أنا رحت الشغل بتاع الصبح وتلاقيت المكان اللي أنا شغال فيه محل العمل اللي أنا شغال فيه سواء منشاة أو مصنع مغلق وسبب الإغلاق ده أو سبب غلق المنشاة راجع لصاحب العمل يعني أسباب خاصة لصاحب العمل في الحالة دي العامل اللي بيحصل يستحق العامل أجره كامل بياخد الأجر كامل طب ليه بياخد الأجر كامل؟ لأن السبب هنا راجع لصاحب العمل أما إذا كان السبب قهري يعني إيه؟ يعني لو أنا رحت الشغل بتاعي وحالة بيني وبين عملي في شيء منعني عن عملي بس الشيء ده قهري يعني إيه قهري؟ خارج عن إرادة صاحب العمل يستحق العامل نصر الأجر يبقى هم حالتين هم طيب بييجوا في الامتحان إزاي؟ حضر بقى الورقة والقلم عشان أقول لك أسئلتهم في الامتحان بتيجي إزاي؟ يجي يقول لنا إيه؟ زهب عامل إلى محل عمله فوجد أن المنشأة مغلقة لوفاة نجل صاحب العمل ابنه توفق طيب اللي قال المنشأة مغلقة في الحالة دي العامل يستحق الأجر كامل أما إذا زهب العمل وجد أن المنشأة لم يستطح مزولة عمله بسبب انقطاع الطيار الكهربائي هنا بقى انقطاع الطيار الكهربائي ده بيجي صاحب العمل؟ لا طبعا يبقى خارج عن إرادة صاحب العمل يبقى في الحالة دي العامل يستحق نصف الأجر في نقطة بقى مهمة جدا وحطناها قبل كده سؤال حلقة اللي هي ايه؟ زهب عامل إلى محل عمله فلم يستطع مزولة عمله بسبب انقطاع الطيار الكهربائي لعدم سداد صاحب العمل فواتير الكهربائي هنا بقى العامل ايه؟ رضو عليكم يستحق الأجر كامل طب ليه يا مستر ده انت بتقول انقطاع الطيار الكهربائي خارج عن إرادته؟ تمام بس هنا مش خارج عن إرادته لأنه هو ما سددش فواتير الكهربائي بتاعة المنشأة يبقى السبب هنا راجع لصاحب العمل في الحالة دي العامل يستحق أجره كامل طيب تعالوا مع بعض كده نشوف أسئلة كتاب المدرسة دي أسئلة الفصل الثاني طبعا احنا حلنا قبل كده الفصل الاول ودي أسئلة الفصل الثاني وزي ما اتفقنا احنا مش هنحل بس أي نقطة محتاجة توضيحة ومحتاجة شرح هنوضحها لك نبص كده مع بعض في أسئلة الفصل الثاني من اختصاصات اللجنة العليا للتخطيط واستخدام القوى العاملة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية طبعا العبارة هنا خطأ خطأ ليه؟ لأن اللجنة دي بتبقى عمالها خارج وداخل جمهورية مصر العربية رقم اتنين يتم تجديد ترخيص الحق المصريين للعمل في الداخل أو الخارج قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل طبعا الإجابة هنا خطأ خطأ ودي نقطة مهمة جدا وبتتقرر على طول في الامتحانات ايه الشركات ديت أصلا؟ دي اسمها شركات الحق العاملين بالخارج الحكومة اهتمت بالموضوع ده جدا وأفرزت بعض المواد في القانون وقالت لو انت عايز تعمل شركة تلحق العمالة بالخارج أول حاجة هتسألك على مقر الشركة في شروط الدولة والقانون حاطتها لمقر الشركة دي أول شرط أن يكون المكان ده دائم ومستقل تاني شرط أن مساحته ما تقلش عن 80 متر تالت شرط يتم وضع التصريح في مكان ظاهر الشرط الرابع أن تحط لائحة بالمواعيد العمل الرسمية طب ليه يعملوا كده؟ نركز شوية كده مع بعض الشركة دي أنا عايز أشتغل في السعودية أو الكويت الشركة دي هتروح لها أنا وطبعا هتاخد مني فلوس طيب الشركة دي إيه اللي يضمنني جديتها؟ القانون قال هتحط الترخيص في مكان ظاهر يبقى أنت وانت رايحة الشركات دي لو ملقتش الترخيص بتاعهم في مكان ظاهر ما تتعاملش معاهم ليه؟ لأن كده ممكن يكون أن هم العقود بتاعتهم مش مزبوطة أو طريقة للنظر عشان كده الدولة قالت إيه؟ أو القانون قال إيه؟ هيحط لك الترخيص بتاعه في مكان ظاهر وانت داخل تشوفه يبقى كده تتعامل معهم طيب الشركة دي رسوم بتاعتها إيه؟ طبعا شركة زي قالي شركة بتدفع لها رسوم ترخيص أنا برخص بخمس تلاف جنيه يعني بدفع لأول رسوم قدرها خمس تلاف جنيه بأخذ رخصة لمدة خمس سنوات يبقى الترخيص بدفع له كام؟ خمس تلاف جنيه بأخذ الرخصة لمدة قديه خمس سنوات طيب أكيد لما الرخصة هتمتهي هعوزة جدد طب التجديد القانون قال التجديد بألفين وخمسمية يعني أنت بتدفع لأول خمسة بتاخد رخصة بخمس سنوات بعد كده هتجدد هتدفع ألفين وخمسمية بس بشرط لازم تجدد الترخيص قبل انتهاء الترخيص بربع شهور على الأقل يعني لازم تجدد الترخيص بتاعك قبل ما ينتهي بربع شهور على الأقل فالسؤال هنا كان بيقول إيه إن الشركة تقدمت بالطلب قبلها بست شهور طبعا الإجابة هنا خطأ لازم على الأقل بأربع شهور نشوف السؤال الثاني أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل المعوقين طبعا الإجابة خطأ هم ملزمين بتشغيل نسبة خمسة في المية من المعقين يعني إيه خمسة في المية من المعقين هنا ما لهاش علاقة بالأعاقة هم اللي هي علاقة بإيه بعدد العمال المعقين اللي هيتم تعيينهم في أي منشأة وفقا للقانون القانون حدد نسبة كام خمسة في المية بس نقف هنا بقى هل يا مستر ممكن صاحب العمل أو صاحب المنشأة يرفض إن هو يعين أي نسبة من المعقين أقول لك أه ممكن في حالة واحدة وخلي بالك من الحالة دي الحالة دي بتقول إيه أو القانون بيقول إيه قانون العمل قال ألزم قانون العمل كل صاحب عمل خاضع لقانون العمل يعمل لديه خمسين عامل في أقصر ده شرط بقى لازم يكون شغال عنده قد ديه خمسين عامل في أقصر ماله ملزم بتشغيل نسبة خمسة في المية طب نفهم إيه من الجملة دي أفهم من الجملة دي لو أنا عدد العمال اللي عندي أقل من خمسين فأنا غير ملزم بتشغيل أي نسبة من المعقين إيه تبقى ملزم لما يكون عندي خمسين فأقصر يقوم في الامتحان يقول لك إيه خلي بالك من السؤال ده وياريت تكتبه معايا رفض صاحب عمل تشغيل أي نسبة من المعقين بحجة أن عدد العمال أربعين عامل هنا الموقف ده قانوني ولا غير قانوني لأ طبعا قانوني من حقه ليه قانوني لأن عدد العمال أقل من كام رفع عليكم أقل من خمسين طالما عدد العمال اللي عندي أقل من خمسين عامل فأنا غير ملزم بتشغيل أي نسبة من المعقين إيه تبقى ملزم لو عدد العمال خمسين فأقصر فأنا كده ملزم بتشغيل نسبة الخمسة في المية والخمسة في المية دي هوضح تاني ملهاش علاقة بدرجة الأعقل لا الخمسة في المية دي ده عدد العمال المعقين اللي هيشتغلوا في أي منشأة وطبعا القانون ده بيمشي على جميع المنشآت سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص أو قطاع أعمال لازم نشغل النسبة بتاعة المعقين نشوف السؤال اللي بعد كده صح أو خطأ أحيانا لا يطبق شرط المعاملة بالمثلة عند تشغيل الأجانب طيب هي العبارة صح بس هو يعني إيه لأنه برضو ده من الأسئلة المهمة فرصة إن احنا نراجع تشغيل الأجانب في مصر الأجنبي لما يجي يشتغل عندي هنا في مصر طبعا الأجنبي ده الشخص اللي هو مش من البلد سواء كانت مصر أو أي دولة تانية الأجنبي الغريب عليها يعني طيب عندنا القانون المصري نظم عمل الأجانب في مصر وحط قواعد معينة قال إيه عشان الأجنبي يجي يشتغل عندي لازم تلت شروط يتوفرهم إيه هم التلت شروط لازم يكون معا ترخيص عمل أو تصريح عمل يعني إيه يعني ما يجيش من بلد يدوري على شغل هنا لا ده جاي على شغل اللي هو تصريح عمل أو ترخيص عمل تاني حاجة لازم يكون معا محل إقامة محل إقامة يعني إيه عنوان نعرف لو عمل حاجة نجيبه منه يبقى شرطين هم ترخيص عمل ومحل إقامة الشرط التالت بقى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يعني إيه المعاملة بالمثل يعني يا مستر هنعمل الأجنبي زي المصري هقولك لا مش معناك ده خالص هم المعنى إيه معناه الدولة اللي هتشغل مصريين إحنا كمان هنشغل ناس من عندها الدولة تبقى لقانونها اللي هتفرض عمل المصريين إحنا تبقى لمبدأ المعاملة بالمثل مش هنشغل ناس من عندها يبقى ده مبدأ المعاملة بالمثل هتشغل لي ناس من عندي هشغل لك ناس من عندك ده مبدأ المعاملة بالمثل لكن في نقطة بقى افد أنا في دولة زي مصر ومحتاج نوع معين من العمالة العمالة دي من بلد أجنبية معينة بس البلد دي ما بتشغلش المصريين بس انا اللي محتاجهم ساعتها ممكن اتغاضى عن مبدأ المعاملة بالمثل لكن المبدئين التانيين او الشروطين التانيين التنخيص ومحل الاقامة مش اتغاضى عنهم انما ممكن اتغاضى اتغاضى هنا يعني ايه يعني اطمنش مبدأ المعاملة بالمثل بس امتى لو انا اللي محتاج لهم لو انا اللي محتاج للعمالة دي ومش متوفرة عندي فانا ممكن اتغاضى عن مبدأ المعاملة بالمثل يبقى ثلاث شروط لتشغيل الأجانب كمان قلنا ثلاث أعمال ممنوع الأجنبي يشتغل فيهم أو بنسميهم المهن المحظورة على الأجانب العمل فيهم داخل مصر ثلاث مهن الأجنبي بنقول له أسفين ما ينفعش يشتغل فيهم إيه هما الثلاث مهن دول؟ أول مهنة الإرشاد السياحي الإرشاد السياحي المهنة التانية الرقص الشرقي المهنة التالتة التخليص الجمروجي يبقى كان مهنة تلاتة إرشاد سياحي رقص شرقي تخليص جمروجي يبقى لو جالك سؤال في الامتحان وقالك ما هي المهن المحظورة على الأجانب العمل فيها داخل مصر؟ قل له التلاتة دول إيه هما التلاتة؟ إرشاد سياحي ورقص شرقي وتخليص جمروجي بس خلي بالك التخليص الجمروجي اللي هو المهنة التالتة يستسنى الفلسطينيين من هذا العمل يعني ممكن الفلسطيني يشتغل في التخليص الجمروجي يبقى عندنا هنا ده بالنسبة للموضوع الأجانب يبقى كده طيب إمتى كمان الأجنبي ده أنهيله عقده وقل له لا أنت ما هونتش تنفع عندي هنا عندنا سؤال اسمه حالات إلغاء عقد العمل الأجنبي وقبل ما نقول الحالات مين اللي يقدر يلغي العقد ده؟ لا مصاحب العمل اللي هيلغي عقد العمل الأجنبي لأنه عامل أجنبي وزير القوى العاملة والهجرة ده الوزير المسؤول عن تشغيل الأجانب والمصيرين كمان وإنهاء عقدهم إمتى ألغي عقد الأجنبي رقم واحد إذا تم الحكم عليه في جناية مخلة بالأداب أو الشرف لو عمل جناية عندي بس خلي بالك إذا تم الحكم عليه مش التهم في قضية لا إذا تم الحكم عليه بنلغي له العقد رقم اتنين إذا مس الأمن القومي يعني أتى أفعال تضر أمننا القومي بنقول له لا مع السلامة ملكش هنا عقد عمل عندنا لو اشتغل إذا عمل في مكان غير المراقص له يعني اشتغل في مكان مش بالترخيص اللي معاه كمان لو خالف اللواح والقوانين بتاعتنا بنلغي له عقد العمل بتاعه ده بالنسبة لتشغيل الأجنبي طبعا رسوم استخراج ترخيص للأجنبي لا تقل عن ألف جنيه كده احنا وطينا درس الأجانب كله يعني لو انت سمعت الحلقة وفضلت من غير حفظه خالص وسمعت اللي أنا بقوله تقدر تجاوب على أي سؤال في الجزئية بتاعت تشغيل الأجانب في مصر نشوف كده السؤال التاني لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ستة أشهر تاني لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ستة أشهر طبعا هنا العبارة خطأ هم تلت شهور بس برضو زي ما قلت لكم احنا مش هنقول النقطة وبعدين نكتبها وخلاص لا احنا هنشرح الموضوع كله طيب احنا خدنا حاجة اسمها عقد العمل الفردي وده من الدروس المهمة جدا في المنهج عقد العمل الفردي هو العقد الذي يتعهد فيه العامل بان يعمل تحت ادارة واشراف وتوجيه الى التبعية بقى ادارة واشراف وتوجيه مين صاحب العمل مقابل ايه مقابل اجل ده تعريف عقد العمل عشان العقد ده يبقى صحيح لازم شرطين اول حاجة يكتب باللغة العربية الشرط التاني يحرر من ثلاث نسخ يبقى ثلاث نسخ طب هما يا مستر العامل وصاحب العمل فيه النسخة التالتة دي بتاعت مين نسخة تسلم للعامل نسخة تسلم لصاحب العمل نسخة تسلم لوزارة التأمينات حكومة يعني طيب بالنسبة لعقد العمل ايه هي اهم البيانات اللي لازم تكون في العقد اسم صاحب العمل ومحله اقامته وعنوانه اسم العامل ومحله اقامته وعنوانه والاجر الاجر المتفق عليه والمهنة المتفق عليها الشغل اللي انا جاي اشتغله طيب المستندات المطلوبة او زي ما بنسميها مصروقات التعيين الولاء اللي عايزينه مني عشان اشتغل هيعوذوا منك ايه هقولك هيعوذوا منك بطاقة شخصية شهادة ميلاد صحيفة الحالة الجنائية الكسر الطبي المؤهل الدراسي شهادة تأدية الخدمة العامة بالنسبة للاناس طبعا للذكور بناخد شهادة الخدمة العسكرية تصريح عمل للاجانب شهادات الخبرة ان وجدت بس في نقطة مهمة بقا ويا بيت تجيب الورقة والقلم وتكتبها معايا من ضمن المستندات المطلوبة شهادة الميلاد تمام طيب لو انا ما جبت الشهادة الميلاد من ضمن المستندات يقدر صاحب العمل ما يشغلنيش يقول لي ده مستند نقص ومش هشغلك القانون قلق قلق إليه بقا في كتاب المدرسة بتاعنا قال ايه قال جملة جميلة جدا قال من ضمن المستندات المطلوبة شهادة الميلاد ورجع كتب تاني فإن لم تكن موجودة لو مش موجودة يعني يكتفي بمستخرج يعني مستخرج منها ورجع كتب تاني فإن لم تكن المستخرج كمان مش متوفر يكتفي ببيانات البطاقة الشخصية يعني نفهم إيه من الجملة دي إن البطاقة الشخصية تحلم حل شهادة الميلاد نبكبها بقى في السؤال اللي بيجي عليها في الامتحان على طول يجي يقولك رفض صاحب عمل تعيين عامل لم يقدم ضمن مستندات التعيين شهادة الميلاد تاني السؤال مهم جدا رفض صاحب عمل تعيين عامل لم يقدم ضمن مستندات التعيين شهادة الميلاد اقوله هنا الموقف غير قانوني طب غير قانوني ليه لان البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد بس خلي بالك مش العكس يعني شهادة الميلاد ما تحلش محل البطاقة لا هي البطاقة الشخصية هي اللي بتحل محل شهادة الميلاد قلنا كمان في عقد العمل ان عقد العمل ده العامل يدبع صاحب العمل نوعين من التبعية تبعية اقتصادية وتبعية قانونية تبعية اقتصادية معناها ان العامل بيشتغل مقابل اجر اما التبعية القانونية معناها ان العامل بيشتغل تحت اضافة واشراف وتوجيه صاحب العمل وإذا خالف القواعد يحق لصاحب العمل توقيع الجزاء القانوني عليه قلنا كمان في عقد العمل يتميز بعنصرين إيه هما العنصرين دول التبعية والأجر بيبتجي أكمل على طول يتميز عقد العمل الفردي بعنصرين إيه هما العنصرين بتوعه التبعية والأجر قلنا في نهاية عقد العمل لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار مدة تزيد عن ثلاث سهول يعني ايه يعني أنا ما اعمل عقد العامل ممكن ما هو برضو إحنا القانون عايز يضمن زي ما بيضمن حقوق العمال لازم يضمن حقوق صح أصحاب الأعمال إزاي أنا ممكن أعمل عقد العامل لكن العامل ده غير أمين ما بيلتزمش بموعيده آآ مهمل في شغله كده أنا كصاحب عمل بمجرد ما عمله العقد اتدبست فيه لا القانون قال هنقعد تحت الاختبار مدة ثلاث شهور يبقى صاحب العامل حطت العامل ده تحت الاختبار مدة ثلاث شهور في نهاية الثلاث شهور والله العامل أسبق كفاته يبقى زي ما بيقول كده أو زي ما بنقولها هنسبته في الشغل خلاص بقى مسبت ومؤمن عليه أما لو العامل أسبق عدم كفاته لا خلاص انت كنت تحت الاختبار وكده علاقتك انتهت بنا عشان كده بنقول فترة اختبار العامل لا تزيد عن كام رابع عليكم ثلاث شهور نشوف كده السؤال اللي بعد كده البدل هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله طبعا صح هو يعني إيه البدل أصلا؟ عندنا حاجة كده في الأجر بتقول الأشياء التي اعتبرها القانون أجر من ضمن الأشياء اللي القانون اعتبرها من ضمن الأجر اللي هي إيه العلاوة، النسبة المقاوية، المنح، البدلات، البدل والوهبة لفظينهم جايز ودنك ما سمعتهمش قبل كده البدل والوهبة البدل كل ما يعطى للعامل مقابل طبيعة عمله أو خطورة العمل بتاعته يعني واحد مثلا طبيعة عمله بتتطلب الصفر الكتير طيب هو مش يسافره على حسابه يبقى وفي نفس الوقت مش كل يوم صاحب اللي عمل هيديله فلوس يسافر لا طبعا هيجي آخر الشهر يصرف حاجة اسمها بدل صفر طبيب بيكشف على المرضى طبيب ده معرض للعدوى مش هنقول له ما تكشفش لكن نقدر نديله بدل عدوى ناس بتشتغل في مناطق خطرة فبتاخد حاجة اسمها بدل مخاطر العمل الناس اللي شغالين في الصحراء أو الغاز أو البطول أو الأعمال اللي هي طبيعتها خطرة طبعا دول لو مرتبتهم عالية شوية عالية ليه؟ عالية عشان خطورة العمل بتاعهم ما هو بدل مخاطر العمل ده ما نبصش لو قاعد بيقبض مبلغ كبير ونقول ده بيقبض مبلغ كبير لا بصوا لخطورة العمل اللي بيقديه الغلطة فيه ممكن توضي بحياته فهو ولازم يشتغله فبندله حاجة اسمها بدل مخاطر عمل يبقى البدل أي فلوس العمل بياخدها حتى الموظف كمان مقابل طبيعة العمل أو مخاطر العمل تسمى بدل أما الوهبة بقى وده برضو بتجينا في الامتحان على طول الوهبة هي كل ما جرت عليه العادة يعني يا مستر كل ما جرت عليه العادة الحاجة اللي احنا تعودنا عليها احنا مين انا وانت انا وانت احنا ملناش علاقة الوقت بالعامل وصاحب العمل انا وانت اللي تعودنا عليها بندفعها لكن صاحب العمل يحسبها من ضمن أجل العمل تاني تاني هنده مثال كده لو انا واحدة كلت كده في مطعم بدفع ايه تيبس تمام التيبس ده بيتلم ويتحسب من ضمن أجل العمل ازاي يعني لو انا واحدة اشتغل في مطعم صاحب العمل يقول لي بص انا هديك الفين جنيه يبقى ده الاجر بتاعي لكن ممكن يخش لك في الشهر اربع تلاف جنيه طب فين الالفين والالربعة ازاي يقول لك اه ما انت الفين غير البقشيش اغير التبس يبقى هو هنا عمل ايه حسب الوهبة او اللي هي التبس يعني من ضمن الاجر يبقى اذا الوهبة دي تحسب من ضمن الايه تحسب من ضمن الاجر يوم يجي في الامتحان يقول لك ايه اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يحصل عليها العامل من ضمن اجر العامل اقول له قانوني لان الوهبة هنا من ضمن الاشياء التي اعتبرها القانون اجر نبص مع بعض على السؤال اللي بعد كده اذا حضر العامل وحال بينه وبين مباشرة عمله اسباب قهرية خرج عن ارادة صاحب العمل استحق الاجر كامل طبعا هنا العبارة خطأ هو الجملة بتقول ايه شان اللي مش فاهم لو انا رحت الشغل وما قدرتش ان انا اشتغل لسبب قهري خارج عن ارادة صاحب العمل هل استحق نصف الاجر طبعا القانون بيقول لا هنا انا لو كان السبب قهري انا باخد نصف الاجر اما لو كان السبب راجع لصاحب العمل انا استحق الاجر كامل تاني لو كان السبب راجع لصاحب العمل السبب ايه يعني؟ سبب غلق المنشأة راجع لصاحب العمل العامل يستحق الاجر كامل اما اذا كان السبب قهري يعني ايه قهري خارج عن ارادة صاحب العمل يعني صاحب العمل ملوش اي زنب فيه ندي مثال كده لو انا مثلا رحت شغال في مصنع والجو اليومين اللي فاته كان شتة جامد فالشتة الجامد ده خلاني ما اقدرش اخش الشغل بتاعي يعني ما درتش اشتغل في حاجة هنا بقى هل الانطار او الجو ده صاحب العمل ليه زنب فيه ملوش زنب فيه يبقى العامل هنا يستحق ايه رفو عليكم يستحق نصر الاجر لانه خارج عن ارادة صاحب العمل اما لو كان السبب في اللي انا بقوله ده صاحب العمل يبقى العامل هنا يستحق الاجر كامل طيب من النقطة اللي بعدها للعامل الذي قمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في اجازة باجر كامل لمدة شهر لاداء فريدة الحج وتكون هذه الاجازة لمرة واحدة طوال الخدمة طبعا هنا العبارة صحيحة بس برضو فرصة ان احنا نوضح لابناءنا الطلبة الاجازات عندنا حوالي عشر انواع من انواع الاجازات اللي بيحصل عليها العامل نسبة كبيرة منها مدفوعة الاجر يعني مدفوعة الاجر يعني العامل بيشتغل وياخد عليها اجر من ضمنهم اجازة اسمها اجازة الحج وزيارة بيت المرس العامل من حق ان ياخد اجازة حج بس هياخدها كم مرة مرة واحدة طوال الخدمة مرة واحدة مش في السنة مرة واحدة امتى طوال الخدمة هلاقي واحد يقول لي طبعا ريفي جامستر عايز يحج تاني طبعا يحج تاني هو يحج بقى على حسابه يعني على حسابه مش الحج يعني ياخد رصيد اجازات من اجازاته انما هو لي عند صاحب العمل مرة واحدة فقط طوال الخدمة ومش كده وبشرط كمان ايه الشرط ده ان يكون انضى في العمل خمس سنوات متصلة لازم يكون قاعد في العمل ده قادي خمس سنوات متصلة يعني لو قاعد اقال لي من خمس سنوات مالوش اجازة حج طبعا هو القانون قال ايه خلي بالك خمس سنوات متصلة حد يقول لي يعني ايه متصلة هل يعني ما يغيبش لأ مش معناها كده معناها ان نشتغل عند صاحب العمل ده بس خمس سنين ايه ده هو ممكن يشتغل عند حد تاني اه هنا فرقلك بالنوعين بقى سنوات المتصلة وسنوات الخبرة في فرق بينهم الخبرة طبعا احنا نتكلم على العمل الخاص ان انا ممكن النهاردة اشتغل في المصنع الف بعدها بتلات سنين اشتغل في المصنع به بس التلات سنين دول بيعدهم من عمرنا يعني انا بقبر فيقوم اعمل ايه لما اخرج من المصنع اللي الاولاني واشتغلت في تلات سنين اخد شهادة خبرة بتلات سنين واحد اشتغلت في مصنع تاني اعدت في تلات سنين يبقى كده خبرتي كام ست سنوات طب هلا اقدر باخد من صاحب المصنع التاني اجازة حج لا اقل خبرة ست سنوات لكن شرط الاجازة الحج ان انا يكون اعدت عنده هو بس خمس سنوات متصلة يبقى الاجازة دي هتعطى مرة واحدة طوال الخدمة شرطها ان انا اكون اعدت خمس سنوات متصلة في نقطة كمان مدتها دي تلاتين يوم يعني شهر ومدفوعة الاجل يعني ان شاء الله تروح تحج وفي اخر الشهر تروح تقبر بس الكلام ده امتى لما تكون اعدت خمس سنوات متصلة عند صاحب العمل يبقى اجازة الحج مدتها تلاتين يوم تعطى مرة واحدة طوال الخدمة شرطها ان العامل يكون امضى خمس سنوات متصلة طبعا عندنا مجموعة من الاجازات كمان من الاجازات المهمة اللي ممكن تلاقيه في الامتحان يقولك اكتب ما تعرفه عن اجازة الوضع طبعا اجازة الوضع دي اجازة تخص النساء فقط طيب الوضع اللي هي الحامل والولادة تمام الاجازة دي فيها اربع نقط مهمين مدتها قد ايه تلات شهور مدتها قد ايه تلات شهور حد بقى من اللي بتفرج دلوقتي هيقول لا ده في ناس بتاخدها لبعض هقول له خلي بالك احنا بنشرح مادة اسمها قانون العمل وقانون العمل ده يطبق على القطاع الخاص فيه قانون تاني اسمه قانون الخدمة المدنية اللي هو للحكومة والموظفين الاجازات هنا بتختلف اسم الاجازة واحد لكن المدد مختلفة احنا بنتكلم هنا على ايه على قانون العمل قانون وقم 12 لسنة 2003 اللي يطبق على العمال والقطاع الخاص ما له القانون ده بيقول ان الاجازة الوضع مدتها 90 يوم او 3 شهور تعتقن مرة مرتين فقط طوال الخدمة يعني العاملة من حقها ان هي تاخد مرتين فقط لاجازة الوضع يبقى مدتها 3 شهور تعتقن مرة مرتين فقط طوال الخدمة ولها شرع ان تكون العاملة انت وقمت في العمل على الاقل 10 شهور يعني ايه ما تقدرش تطلب اجازة الوضع قبل ما تعد في الشغل الاول عشر شهور وطبعا لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة واربعين يوم التالية للوضع لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة واربعين يوم التالية للوضع يبقى الأجازة دي ويبقى المكتبة معي عشان مهمة جدا اربع نقط مدتها تلات شهور تحصل عليها لعملة مرتين فقط طوال الخدمة شرطها ان تكون العاملة قمضت عشر شهور على الاقل ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة واربيعين يوم التالية للوضع. طبعا في نقطة برضو نكتبها لانها مهمة جدا. العاملة اللي بتقوم بعملية الوضع من حقها تحصل على ساعة رضاعة. يعني ايه? ساعة لرضاعة الطفل. الساعة دي مقسمة لنصف ساعة ونصف ساعة في اليوم لمدة سنتين. يعني مش هتسيب الشغل وتروح لابنها او بنتها. لا. هي مثلا لو معيد الشغل تسعة هي تيجي عشر كأنها اجت تسعة لان الساعة دي مدفوعة الاجل. طيب. هل الساعة دي مرتبطة باجازة الوضع? يعني ايه? يعني انا بقول دلوقتي ان اجازة الوضع مدتها بتاخدها لعملة كم مرة? مرتين. طيب. فرضنا يا مستر ان العاملة وضعت للمرة التالتة. ملاش اجازة وضع. لكن لها ساعة رضاعة. يعني وضعت للمرة التالتة الرابعة لخمسة لستة مش مشكلة. كل دي لها ساعة رضاعة. اما اجازة الوضع. ليها مرتين بس. يعني خلاصة الكلام ان اجازة الوضع لا ترتبط بفترة الرضاعة او ساعة الرضاعة. نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول عندنا السؤال. يستحق العامل بالاضافة الى اجره خمسة وتلاتين في المية من الاجر عن ساعات العمل الليلية خطأ سبعين في المية. برضو مش هنقول المعلومة ونسكت زي ما احنا عودناكم. امال هنتكلم على ايه? هنتكلم على قواعد تنظيم العمل. قانون العمل حدد عدد ساعات العمل في اليوم. قال بالنسبة للعامل عدد ساعات العمل في اليوم. تمان ساعات في اليوم. او تمانية وابعين ساعة في الاسبوع. يبقى عدد ساعات العمل الفعلية للعامل للقانون حددها تمان ساعات في اليوم. او تمانية وابعين ساعة في الاسبوع. يعني بعض اصحاب الاعمال اعترضوا على التمان ساعات قليلين. قلنا مفيش مشكلة. شغل العمل عشر اتناشر. المهم ان اخر الاسبوع ما يزيدش عن تمانية وابعين ساعة. طبعا هنا ويتخلل في يتخللها في الاسبوع. راحة اسبوعية لا تقل عن كم? عن اتباع وعشرين. ساعة بعد ستة ايام. عمل متصلة. يعني ايه? يعني هنا. انا مكتوب لي عدد ساعات العمل تمن ساعات في اليوم. تمام. افبدانا بقى عندي شغل زيادة كصاحب عمل. وعايز اععد العامل وقت الزيادة. ايوة هو ده الوقت الاضافي او اللي احنا عارفينه باسم. اللي هو الوقت الزيادة عن عدد ساعات العمل الاصلية. اللي هو الوقت الزيادة فوق التمن ساعات في اليوم. طيب. قانون العمل قال ايه? قال حنقسم عدد ساعات العمل دي. يا اما تكون بالنهار او بالليل. يا اما نهرية يا اما ليلية. طيب. هو ايه نهرية و ايه ليلية طب والليل ده يتحسب ازاي يعني اول ما الدنيا تليل لا طبعا قانون العمل محدد الليل قال ايه عرفنا منين هو محدد الليل طلع قعدة وقال لا يجوز تشغيل النساء ليلا طب تمام من سبع مساء لسبع صباحا يبقى الليل عند الحكومة هنا من سبع صباح من سبع مساء لسبع صباحا فهو قال ايه لو الوقت الاضافي بالنهار يعني لو اتشغل العامل وقت اضافي نهاري هتدي له كام خمسة وثلاثين في المية من اجره على كل ساعة طب لو اتشغله بالليل هتدي له سبعين في المية من اجره على كل ساعة يبقى الوقت الاضافي النهاري خمسة وثلاثين والليلي سبعين يعني لو انت بتشتغل اليوم كله بمية جنيه الساعة الوقت الاضافي بالنهار تاخدها خمسة وثلاثين الوقت الاضافي الليلي تاخدها سبعين يبقى الوقت الاضافي النهاري 35% والليل كان 70% يجي لك بقى في الامتحان يقول لك ايه قام صاحب عمل بتشغيل عمال وقت اضافي نهاري ومنحهم 25% من الاج قل له لا غير قانوني الوقت الاضافي النهاري 35% والليل كان 70% نشوف السؤال اللي بعد كده يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم 50 عامل فاقصر بمكان واحد بانشاء ضار حضانة طبعا هنا خطأ توفير ضار حضانة انشاء وتوفير طبعا انا كده مش فاهم يعني ايه انشاء ويعني ايه توفير ضار حضانة هقول لك انا الموضوعي بالزبط قانون العمل الزم كل صاحب عمل يعمل لدي 100 عاملة فاقصر 100 فاقصر انا عندي منشاء شغال فيها 100 فاقصر 100 عاملة بانشاء ضار حضانة يعني انشاء لازم يعمل لهم ضار حضانة در حضانة عشان الاطفال اللي معهم هيودهم فين في بعض المصانع كتب جدا عندها حضانة جوه الشغل حضانة حتى في سن الرضاعة يعني اطفال صغيرين جدا ده تبقى لقانون العمل يبقى لو انا عندي لو انا صاحب منشأة عندي اكتر من مئة عاملة انا ملزم بانشاء در حضانة طيب اما لو عندي اقل من المئة عاملة انا ايه بقى مطالب بتوفير در حضانة يبقى قال لي من مئة اوفر اكتر من مئة انشئ بص خد بالك من القانون جميل جدا في ايه بقى هو في الحالتين حل مشكلة العاملة ازاي قانون العمل بنقول من ضمن اهميته انه واستمد مواده من المجتمع يعني ايه ما هو دي مشكلة عند العاملة العاملة معها طفل هتوديه فين وهي ملقاش دعوة المنشأة دي كبيرة ولا صغيرة فيها مئة عاملة ولا فيها خمسين قانون قال ليه لا اطميني احنا في الحالتين هنحللك المشكلة لو صاحب العمل ده عنده اقل من مئة ان شاء الله عنده يكونوا عشرين عاملة مطالب ان هو يوفر لهم دار حضانة اما لو عنده بقى اكثر من مئة ينشئ دار حضانة طب ينشئ وهيبني امال يوفر يعني ايه يعني يتفع لهم اشتراكات حضانة يديب لهم بساطة تودي ابنهم الحضانة او يشترك هو مجموعة من بعض المنشأات ويعملوا مع بعض حضانة المهم ان هم يحل مشكلة المرأة العاملة يبقى هنا نخلي بالنا اقل من مئة عاملة اوفر دار حضانة اقصر من مئة عاملة انشئ دار حضانة نشوف النقطة اللي بعد كده اكمل العبارات الاتية انشئة اللجنة العليا للتخطيط واستخدام القوى العاملة بمشاركة طبعا ممثلين من الوزرات ممثلين للتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلين لمنظمات اصحاب الاعمال بتختارهم منظمتهم يعني النقابات يعني النقطة التانية يجب طبعا هنا هنلاقي بقى كل اللي احنا شرحناه موجود في الاسئلة بتاعت اكمل يجب ان لتقل مساحة مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين في الداخل والخارج عن تمانين متر ربع وان يوضع الترخيص الممنوح للشركة في مكان ظاهر داخل المقر يلتزم صاحب العمل بنفقات السفر في حالة التعاقد للعمل بالخارج من محل التعاقد الى مقر العمل نوضح النقطة دي طبعا احنا بنتكلم هنا على تشغيل المصريين في الخارج يعني ايه في الخارج يعني انا راح اشتغل في السعودية بعد ما جبت شركة عقد من شركات الحق العاملين بالخارج طيب في عندي حاجة اسمها التزامات صاحب العمل مش الشركة اللي انا جبت للعقد انا الشركة اللي جبت للعقد علاقتي بها بتنتهي بمجرد ما تجيب للعقد انا بتكلم بقى اللي انا باقي هشتغل عنده هناك فالقالون قال قال قالون العمل المصري قال التزامات صاحب العمل ايه الالتزامات حاجتين اول حاجة انشاء ملف لكل عامل والاحتفاظ بيه لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد يعني حينشئ ملف للعامل ويحتفظ بيه لمدة ايه سنة بس من انت من انتهاء تاريخ التعاقد تاني حاجة تحمل مصاريف الصفر من مقر التعاقد الى محل العمل والعكس كمان يعني الراجل ده هيتحمل مصاريف الصفر بتاعتي من المكان اللي انا عملت فيه لمكان الشغل اللي انا اشتغل فيه دي عاملة زي ايه حتى بالقانون اه في العمل الداخلي هنا من ضمن التزامات صاحب العمل انه يوفر نقل العمل من وإلى العمل يعني ايه بنشوف بنشوف كده شركات كتير جدا بنلاقي الصبح العمال بيتجمعهم بيجي وتوبيس الشغل ياخدهم ويوديهم الشغل بعد ما يخلصهم ده اسمه ايه نقل من محل التعاقد الى مقر العمل بس ده داخلي يعني الالتزام ده سواء كان في الداخل او الخارج مطبق ان لازم ان صاحب العمل يوفر من وصلات طبعا ده حسب المسافات اه موضوع كبير بس اللي يهمنا هنا ان الامتزامات صاحب العمل ان هو ملتزم بمصاريف الصفر من محل التعاقد الى مقار العمل نشوف مع بعض كده النقطة اللي بعد كده المعوق هو كل شخص نقط على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله طبعا المعوق ده هو كل شخص غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله يشترط طوافر سلاس امور حتى يستطيع الاجنبي ان يعمل في مصر للسؤال ده اتكلمنا عليه قلنا تلات حاجات تصريح عمل محل اقامة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وما تنساش احيانا لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل برضو اتكلمنا على السؤال ده في الشرح المهن التي يحظو على الاجانب الاشتغال بها طبعا تلات مهن الارشاد السياحي الرأس الشرقي واعمال التصديق والتخليص الجمهوري اذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه يسترد جميع مستحقاته من صاحب العمل في مدة لا تتجاوز سبع ايام من تاريخ مطالباته بها يعني ايه يعني لو انا سبت الشغل من تلقاء نفسي وليه مستحقات عند صاحب العمل القانون قال لازم تسوى جميع هذه المستحقات في خلال سبع ايام في سؤال في كتاب المدرسة بيقول ايه لنشرحه كده لنشرحه كده لنشرحه مهم طبعا ترك عامل العمل من تلقاء نفسه وطلب مستحقاته من صاحب العمل فطلب منه صاحب العمل مهلا شهر للسادات يعني قال له اصبر علي يا شهر طبعا هنا الموقف غير قانوني يجب ان تسدد جميع مستحقات العمل في خلال كمي يوم ربع عليكم في خلال سبع ايام النقطة اللي بعد كده للعاملة هلحقف اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز نقط طبعا هي اللي بتاخد اربع سنوات مقسمة لفترتين اه هذه الاجازة الاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها نتكلم على اجازة رعاية الطفل او بنسميها اجازة بدون اجر احنا تكلمنا على اجازة الوضع وقلنا دي اجازة خص العاملة برضو اجازة رعاية الطفل في قانون العمل او الاجازة بدون اجر تخص العاملة فقط طيب الاجازة دي ايه الاجازة دي مدتها دي ايه مدتها سنتين في المرة الوحدة مدتها دي ايه سنتين في المرة الوحدة تحصل عليها لعاملة مرتين فقط طوال الخدمة خلي بالك هقول تاني مدتها دي سنتين مدتها دي سنتين هتحصل عليها لعاملة كم مرة مرتين يوم يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ايه للعملة الحق في اجازة رعاية طفل بحد اقصى نقط طوال الخدمة قول له انت متطمن اربع سنوات ليه ما هي المرة الواحدة اتنين بحد اقصى طوال الخدمة يعني طول فترة خدمتها هتاخدها مرتين والمرة الواحدة سنتيني اربع سنوات بتتاخد كم مرة قولنا بتتاخد مرتين والاجازة دي فيها نقطة مهمة جدا الاجازة دي تحسب من مدة خدمة العاملة يعني ايه ولا بتعطل العاملة في الترقية ولا بتعطلها في مدة اشتراك التأمين بل بالعكس صاحب العمل بتفعلها اشتراك التأمين عشان كده بنقول في اجازة بدون اجر اه هي اجازة بدون اجر لكن الصلة بتاعة العاملة لا تنتفي عن المنشأة يعني العلاقة ما بتنتقيش بينها وبين المنشأة بتاعتها طيب هل الاجازة دي ممكن صاحب العمل يرفضها اه يرفضها يرفضها بامت بقى لو كان عدد العاملين عنده اقل من خمسين عامل يعني ييجي يقولك ايه رفض صاحب عمل اعطاء اجازة بدون اجر او اجازة رعي الطفل العاملة بحجة ان عدد العاملين اربعين عامل بقول له هنا ايه اه قانوني لان عدد العاملين اقل من كام اقل من خمسين عامل شو بالسؤال بعد كده من الجزاءات التأدبية التي يجوز توقعها على العامل وفقا للواحة تنظيم العمل والجزاءات التأدبية الخصم من النقط ونقط من الخدمة طبعا الخصم من الاجر والفصل من الخدمة وبنسبة بقى موضوع الجزاءات ده عندنا حاجة اسمها سلطة توقيع الجزاء يعني ايه سلطة توقيع الجزاء يعني مثلا لو انا قلتلك في البيت مين اللي له سلطة توقيع الجزاء عليك هتقول لي بابا او ممطق او اخوكي الكبير يعني ممكن يبقى فيه تلاتة لهم سلطة توقيع الجزاء جميل بس هل التلاتة دول ليهم نفس الصلاحيات يعني ايه يعني السلطة اللي في ايد اخوكي هي السلطة اللي في ايد ممطق هي السلطة اللي في ايد باباقي لا طبعا ليه تيجي تبصت ليه لو حصل مشكلة في البيت مثلا الام تقول طب لما ييجي باباقي هقول له ليه لان سلطة باباقي اعلى منها احنا برضو عندنا في قانون العمل تلات سلطات لتوقيع الجزاء يعني تلاتة من حقوق موقع الجزاء مين هم مدير العمل صاحب العمل اللجنة القضائية المختصة يبقى لو جالك سؤال اكمل مبدئيا كده قالك تقع سلطة توقيع الجزاء في كل في يد من واحد صاحب العمل اتنين مدير العمل تلاتة اللجنة القضائية المختصة بس في حاجة بقى ايه الفرق بين صاحب العمل ومدير العمل الفرق بسيط جدا ان مدير العمل شغال عند مين? تمام? عن صاحب العمل. فاكيد صلاحياته في العقوبات هتبقى يقل من صاحب العمل. عشان كده القانون قال مدير عمل مدير اي منشأة. ما يقدرش يوقع على جزائين بس. ايه هما? يديك انذار او يخصم لك مدة مدة ما تزيدش كمان عن تلات ايام. يوم يجي في الامتحن يقول لك ايه? الانذار والخصم من الاجر مدة لا تزيد عن سلاسة ايام. من اختصاص صاحب العمل. اقول له لا خطأ. ده من اختصاص مين? مدير العمل. اما باقي الجزائيات باقي العقوبات بقى. عندنا عقوبات حوالي تمن عقوبات. عندنا ايه? انذار. وخصم من الاجر. والحرمان اه تأجيل الترقية. والحرمان من جزء من الترقية. عندنا كمان اه تأجيل العلاوة. عندنا كمان اه تخفيض الاجر. الخفض الى وظيفة ادنى. اه الفصل من الخدمة. جزائيات كتير جدا. صاحب العمل بقى. في ايده. خلي بالك من الجملة دي مهمة جدا. في ايده. باقي العقوبات. ما عدا الفصل من الخدمة. تاني. الفصل من الخدمة ليس من اختصاص صاحب العمل. يعني انا بقى صاحب منشأة. وصاحب مصنع. ومقدم شفس بعامل. تبقى لقانون العمل. الفصل من الخدمة ليس من اختصاص صاحب العمل. طب هيبقى من اختصاص مين? تمام. هيبقى من اختصاص اللجنة التالتة اللي قلنا عليها. السلطة القضائية المختصة. دي لجنة مكلفة. والله انت كصاحب عمل عايز تفصل عامل بتقول لهم الاسباب وهي اسمها السلطة القضائية او اللجنة القضائية المختصة. قضائية يعني فيها محاكم. يعني هتفتش وتصدر الحكم بتاع الجزاء ده. يبقى هنا الجزاءات هنا. كزا جزاء. وسلطة توقيع الجزاء معانا في ييد تلاتة. مدير العمل صاحب العمل واللجنة القضائية المختصة. نشوف السؤال اللي بعد كده. يحصل العامل على راحة اسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة. بعد ستة ايام عمل متصلة على الاقصر. السؤال اللي بعد كده. اسكر الرأي القانوني. قيام شركة بتشغيل المصريين بالداخل والخارج. بتقديم طلب تجديد الترخيص. بعد انتهاء الترخيص بيشه. طبعا هنا غير قانوني ان يجب التجديد قبلها على الاقل باربع شهور. شركة تزاوي العملية الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج. تتقادى خمسة في المية. يعني بتاخد عمولة من العميل اللي هتشغاله برا خمسة في المية. طبعا ده الكلام ده غير قانوني العمولة تزيد عن اتنين في المية عن عقد السنة الاولى فقط. احتفاظ شركة بملفات العمال. الذي تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد. ده طبعا قانوني يجب ان تحتفظ الشركة بملفات العاملين زي ما احنا قلنا لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد. معانا كمان السؤال ده. طالب صاحب عمل معوق باجتياز الامتحان. شغل الوظيفة. طبعا غير قانوني ان المعوق هنا يشتغل الا. طبعا ده من الاعمال المعفى منها المعوق. ارجو النهاردة ان شاء الله تكونوا استفدتوا حاجة. وباذن الله الحلقة القادمة نستكمل مع بعض. واشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.